انطلقت في أربيل منافسات المرحلة الثانية من دوري أندية العراق لدراجات الهوائية بمشاركة 40 ناديا والتي أسفرت في يومها الأول عن هيمنة نادي أربيل على منافسات المتقدمين وشباب تلاه نادي الصناعة في حين تفوقت لاعبات نوروز وعفك وبيش كوتن في منافسات النساء تقرير عمار ساطة جاءت اطلاقة المرحلة الثانية لمنافسات دوري أندية العراق الممتاز بالدراجات الهوائية في مدينة أربيل مثيرة بيومها الأول لفعالية فرق الفئات الأربع المتقدمين والشباب والنساء والناشئين أربعون ناديا من مختلف محافظات البلاد شاركوا في المنافسات بمشاركة أكثر من أربعين نادي في أنحاء العراق هذا ما يدل على اهتمام الأندية باللعبة الدراجات ومثل ما تعرفين لعبة دراجات لعبة صعبة لعبة قوية نحن نسمي لعبة الموت في فئة المتقدمين لقطع مسافة 60 كيلو مترا ضد الساعة هيمن فريق أربيل على المركز الأول إذ أنهى الدراجون السباق بأقل الفترات الزمنية بينما حل فريق الصناعة في الموقع الثاني وجاء فريق كويسنجاق في الترتيب الثالث كانت سباق منافسة شديدة بيننا وبين نادي الصناعة وحصلنا على المركز الأول بالجدارة حصلنا على المركز الثاني طبعا والأول نادي أربيل ونحن طبعا مصدرين لحد الآن الدوري العراقي فارق أكثر من دقيقتين ولم يختلف الحال في فئة الشباب فقد تكررت النتائج مرة أخرى للموقعين الأول والثاني لصالح أربيل والصناعة إذ قطعت دراجون السباق بأقل الأوقات لقطع مسافة خمسون كيلو مترا ضد الساعة بينما جاء فريق الاتحاد البصري في الترتيب الثالث سباق منافسة كلش قوية ونافسنا إن شاء الله يجيب وقت نسعد على المربع الذهبي لجينا خمس فريق إن شاء الله سعدنا على المنتقب وذهبت حصة الأسد للمراكز الثلاثة الأولى في فئة النساء لصالح دراجات فريقين وروز وبيشكوتن باحتلالهن للمركزين الأول والثالث وجاءت دراجات فريق عفك في المركز الثاني لقضع مسافة خمسون وعشرون كيلو مترا في وقت عانت الدراجات من مصاعب كبيرة تمثلت بالخطورة التي واجهت الدراجات من حيث الطريق المخصص للسباق مصاعب الطريق هي أكيد هذا موجودة بس ما أقول لك أنا مصاعب 100% يعني من ناحية الطريق وخطورته وأنما من ناحية المنافسات بين اللاعبين أكو خطورة صير مشكلة هنا لأن الطريق شوي ازدحامات نحن نتمنى الطريق شوي فارغ على مد منافسات الصير أحسن والشارع شوي ضيق فما نقدر يعني أربعون ناديا يشاركون في منافسات بطولة المرحلة الثانية للدراجات لفئة المتقدمين والنساء إضافة إلى الشباب والناشئين المنافسات التي تقام في مدينة أربيل تشهد احتداما بين الدراجين والدراجات عمار ساطع الحراء أربيل